الحقيقة انا كنت فقدت اخويا الفنان عبدالنصيف فهو اساب لي اخوة كسيريين زيكم كلهم وطاك من كل اصدقاء ولا حس ان كل واحد فيهم اخويا والحقيقة الفنان عبدالنصيف يعني هو كان بتميز منذ الطفولة بحاكتين تمسك بيهم مدى حياته وهي قوة العزيمة والاغاضة والمصرية الشديدة اللي كان بتمسك بيها وكان بيستضم بيها مع كل الناس وكان دايما حريص على مصريته وعلى تمسير الفن القبط المصري وكان دايما يقول ان احنا من قلتش الغرب ده هم اللي يخدوا عننا احنا عندنا فن مصري قصير سابق عليهم وكنيسة القبطية سابقة في فنها وتراصها عن كل كنيسة العالم وعشان كده انا بعتبر عادل ده خد من الزمن اجع بينا للزمن الماضي الى الاف السنين وعملوا وعمالوا الموجودة دلوقتي دي كلها هتمتد الى الاف السنين ويبقى ذكره جميلة في حق الوطن والكنيسة وبحق العيلة ومصر كلها والحقيقة يعني احنا افتقدناه وهو طبعا كان شخصية جميلة وانسان طريب القلب واعطوف واحنين وكريم وصاحب ارادة وعظيمة ورؤية وزي زوجته ما قالت هو ما كررش عمل مردين ابدا في حياته كان على طول صاحب مدرس التجديد وابتكار وفن حقيقي نبأ من وجدانه كان بيرسم بقلبه وكان بيخلي الحجر ينطق زي ما كانوا يكتبوا عنه ويخلي الصور الى ايقونات كلها ايقونات مجسدة الانسان يقف قدامها يتعبد ويتأمل ويوصلي قدامها يشعر فيها بالروحانية والقداسة وانها فعلا تعملت بريشة وبروح فنان بكل احساسه وكل جواحه وكل ما يملك انا بشكركم جميعا وبشكر خدست البارد عادرس اللي قلنا الحقيقة هو مرب عادل يعني يعني البارد عادرس ده كان بيجينا بشقة سوء ملوخية في ده نور وحن طلبة كان بيجي العادل في القوضة المارسة بتاعته كان بيوعد معاه ابو نابولا اللي هو كنس بستوز عزيز وعندنا صورة وعندنا زكارات كثيرة جدا وهو معاه في نفس الحجرة وعادل كان اغيب منه نفسيا وفكريا وراحيا جدا وكان دايما يقعد معاه ويتنقش معاه ويتكلم معاه في الكنيسة وفي مشاكل الكنيسة وغيرته في الفن بالنسبة للكنيسة والحقيقة الانبا بخوميس كان برضو صاحب يعني الفضل على عادل وقادي بيضاء لان هو تبناه مجرد ما تخرج من كلية وبعته لأستاذ المرحوم ويزاك فانوس تعلم على ايديه ودرس على ايديه واول اعماله والاعمالها كانت المطنية القديسة سناشيوس اللي في ضمنهو دي كانت اول عمل عادل يعمله وعمله داخل الكنيسة كانه اخذ مأسف في الكنيسة وعمل العمل ده واخر اعمال عملها عادل كانت في دير الانبا مكايوس اللي قدست البابا دشنها من شهر ونص شهرين قبل الوفاة ويعني البابا كان واقف معاين كنصها كانت طلع هنا قل له عادل من اجمل اللوحات اللي شنتها في حياتي انت عملت عمل مبدأ وشغلك مبدأ كله وعملك كلها جميلة وكذا انا بشكركم بشكر خدست الباب بشكر سيدنا الانبا اغمية على محبته الشديدة والاستاذ نجا ويليا وكلكم اخواتي اللي عادل زبهم لي وبيعزونا ووجودكم في حياتنا حاجة قيمة كبيرة وقيمة عظيمة وانا احتراموكم اتواصل معاكم كلكم واشوفكم كلكم واتمنى ان انا دايما التقي بكم وانكمل المسيرة ومسيرة الحب اللي عادل سابها قدي كان بيحبوكم وكان محتفظ بصداقتكم وكان حريص دايما عليكم وكان حتى لما حد يعلق لي على حاجة على الفيسبوك اللي بتاعي يقول لي خش الأستاذ السهمة وكتب لك خش الأستاذ السهمة وكتب لك مش عايب اشكر مين وكان حريص جدا على انه على الامور الانسانية والعلاقات الطيبة كل اصدقائه وانا بشكركم جدا ومربنا عزينا كلنا وشكرنا اشتركوا في القناة